بعد الدعوات الأخيرة التي نشرها على حسابه في تويتر يدعو فيها حزب الإصلاح للتحالف مع جماعته الإرهابي كشف المتحدث الرسمي لمليشيات الحوثي في مقابلة تلفزيونية لأحد القنوات التلفزيونية الحوثية أن هناك تواصل بين جماعته وحزب الإصلاح قائلاً على حزب الإصلاح أن يطالب بموقف حازم ضد دول التحالف العربي ونحن سنحميه من أي استهداف إذا انضموا لجماعتهم حسب وصفه نعم هناك تواصل وسأكتفي بهذا القدر وأنا أؤكد لك أن هناك رغبة لدى القواعد الشعبية في حزب الإصلاح لتحديد موقف حازم ونهائي لكن إذا ما قاموا بتصحيح موقفهم ونضموا إلى صف الوطن فإننا سنكون مسؤولين عن حمايتهم والدفاع عنهم وبالتالي صواريخنا وقواتنا الجوية سيتم استخدامها لحمايتهم وسنكون معهم في خندق واحد ترجمة نانسي قنقر